اشتركوا في القناة وعلى مقسما إذ أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن منه الطوال ومنه المئين ومنه المثاني ومنه المفصل في لقاءين أو أكثر إن شاء الله تعالى سنتدارس آيات مفردات من المفصل في القرآن بمعنى أن القسم المفصل من القرآن إذ أن أوله السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل وإن اختلف العلماء من أين يبدأ المفصل بعضهم يقول من قاف بعضهم يقول من الحجرات بعضهم يقول من غير هذا المقصود فيما اتفق عليه من سور المفصل نأخذ مفردات ثم نشرح تلك المفردات في الآية نفسها وفي السياق العام في استعمالها في القرآن ما أمكننا إلى ذلك سبيلا المفردة الأولى الوجيف وقد جاءت هذه المفردات في قول الله جل وعلا في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء ما معنى الوجيف أولا الوجيف الإسراع في السير سواء كان في الإبل أو كان في الخيل وكل شيء يسرع فيضطرب الآية المعنى أو اللفظ يأخذ استعارة فيصبح أكثر ولهذا قال الله عز وجل في سورة النازعات قلوب يومئذ واجفة أي أن اضطرابها اضطراب سريع ولهذا أدخل هذا اللفظ الوجيف من باب الاستعارة فيها هنا يقول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منهم عائد الضمير منهم على بني النظير لأن سورة الحشر تتحدث عن بني النظير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أي نافية هنا ما هنا نافية فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي لم يكن هذا أيها الأصحاب أيها المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا بجهدكم لا بخيلكم ولا بإبلكم ولا بجهدكم أي ليس بأنفسكم ولا بمواشيكم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إذن ما الأمر ولكن الله يصلط رسوله على من يشاء وهذا مما نصر الله به نبيه بالرعب وهي إحدى الخصائص التي آتاها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فمنها جوامع الكلم ومنها أن الله جعل له الأرض مسجداً وطهوراً ومنها أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه فقال ربنا هنا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يصلط رسوله على من يشاء والعرب تقول من أدل أمل ومن أوجف أعجف ويقصدون بقولهم من أوجف أعجف أي من طالب ركابه من إبر أو خيل بأن تسرع دوماً بكثرة فإنما عرضها للهزال لكن العرب في سياق حياتها عموماً لهم عناية عظيمة بالخيل وأما كانوا يجعلون هناك مضماراً أي غاية ينتهي إليها السبق ثم إنهم يبعثون الخيل عشرة عشرة أي كل حين يجعلون التسابق بين عشرة من الخيول ثم ينظرون إلى ما ينجم عنه ذلكم السبق فيسمون الخيل بحسب وصولها ولو اكتفينا بثلاثة منها فإنهم يسمون من يسبق أولاً بالمجلي ولماذا يسمونه بالمجلي؟ يقولون إن هذه الفرس هذا الخيل لما سبق ونال السبق ووصل المضمار قبل غيره فإنه جل عن وجه صاحبه الحزن وأصبح صاحبه مستمشراً بالناس فرحاً فخوراً لأن الأمر بالنسبة لهم يعني شيئاً عظيماً ثم يأتون كل واحد من هذه الخيول العشرة يسمونه باسم حتى يأتون إلى آخر خيلين التاسع والعاشر فيسمون التاسع اللطيم لأنه يلطم ويرد لأنه يلطم ويرد يسمونه اللطيم أما العاشر فيسمونه السكيت ويقصدون بالسكيت أن الفرس التي جاءت آخر الركب آخر السبق جعلت صاحبها غير قادر على الكلام يسكت يبهت يحزن لا يستطيع أن يرفع مقامه أو أن ينطق بكلمة أمام الناس هذه بعض ثقافتهم في الخيل ويتبين لك أن الخيل بالنسبة للعربي قديماً كانت شيئاً آخر ولهذا أقسم الله بها والعاديات ضبحا وقال وهو أصدق القائلين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيول وكان يحرص على تسميتها صلوات الله وسلامه عليه لكن المراد هنا الحديث عن كلمة وجيف في قول الله جل وعلا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وهي الآية الأولى من آيات المفصل التي أردنا أن نتحدث عنها في لقائنا هذا نأخذ مفردة ثانية وردت في المفصل الله عز وجل يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نتعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً إننا خاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً سنأخذ المفردتين مستطيراً وقمطريراً مستطيراً يعني شائعاً عاماً لا ينجم عنه وقال عن عباده الخلص وأوليائه الصالحين وهم يطعمون الطعام يضمرون في قلوبهم أن هذا الإحسان الذي يجلبونه للغير لا يريدون من أولئك الغير أن يحسنوا إليهم وإنما يريدون ما عند الله من النعيم والخوف فيما عند الله من العذاب فقال الله عز وجل عنهم إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً إن نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ولا يوجد يوم عابس في نفسه لكنه سمي بأثره على غيره سمي بأثره على غيره فمن يرى هول ذلك اليوم ولم يكن له عمل صالح ينجو به بعد رحمة الله يصيبه العبوس والقمطرير قال إمة اللغاء الشدة أي ليس عبوساً محدوداً معيناً ينتهي إلى حد ولكنه قمطرير أي أنه عظيم الهول شديد الحال إننا خاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً قال الله بعدها فوقاهم الله شر ذلك اليوم رغم أن شر ذلك اليوم مستطير لكن الله يقول فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولم يكتف بأنهم وقوا شر ذلك اليوم لأن النجاة وحدها من النار لا تكفيهم يريدون الجنة قال الله ولقاهم نظرةً وسروراً السرور فرح في القلب داخل في الجوانح والنظرة شيء على الوجوه ظاهر فجمع الله لهم ما بين النعمة الظاهرة على الوجوه وهي التي عبر عنها بالنظرة والفرح في داخلهم وهو المعبر عنه بالسرور فوقاهم الله شر ذلك اليوم المؤمن وهو يسعى في حياته من أعظم المقاصد التي يريد أن يحققها يأمل أن ينجو بعد الله بها أن يتقي شر ذلك اليوم حتى من ينازعك وتستطيع أن تغلبه إنما أحياناً تحجم لخوفاً منه ما أنا بباصط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين ولكنك تصنعه خوفاً من شر ذلك اليوم كان هناك رجل عالم صالح تعرض له الزجاج والزجاج عالم في القرآن شهير تعرض لهذا الرجل وأخذ يشتمه ويقول فيه ألفاظاً وسبة فقال ذلك من رجل أبياتاً جعلت الزجاج يأتي إليه راجلاً أي ماشياً يعتذر إليه فقبل عذره يقول الرجل أبى الزجاج إلا شتم عرض لينفعه فآثمه وضره وأقسم صادقاً ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة أي في شتم نفس حرة وأقسم صادقاً ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة ولو أني كررت عليه ولو أني كررت لفر مني ولكن للمنون علي كره فأصبح قد وقاه الله شر ليوم لا وقاه الله شره هذا البيت الأخير منهم بالذات مقتبس من الآية استل المعنى من الآية فلو نظرت إلى الأبيات هو يقول أبى الزجاج إلا شتم عرضي يأبى إلا أن يخوض في عرضي ولا يباري يسبني بما ليس فيه لينفعه يعني يغلب على ظنه أن ذلك ينفعه ولن ينفعه ماذا قال؟ فآثمه وضره لأنه يعود عليه وهذا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأقسم صادقاً ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة أي أن الأحرار الشرفاء لا يقبلون أن يأتوا إلى غيرهم بألفاظ السباب والشتاء والأبو ثمام يقول إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء والمقصود بيانوا أبياتي هذا الرجل ثم قال بعدها ولو أني كررت لفر مني أي لو أنا قابلته وأخرجت ما أملكه من قدرات وقدرة على السباب لفر مني ولم يتق صبراً عليه إذن ما الذي جعلك لا تكر عليه ما الذي جعلك لا تحاربه ما الذي جعلك لا تسبه كما سبك قال ولكن للمنون علي كر أنا أخشى الموت والمنون جمع منية وهي الموت وقع الموت ماذا يقع بعدها قال فأصبح من الذي أصبح الزجاج قد وقاه الله شري لأنني أخاف الموت أخاف رقاء الله أخاف الحساب أرجو الثواب أخشى العقاب فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شر دعا عليه وهي تبحظ أنها دعوة مظلوم لا وقاه الله شر فلما بلغ الزجاج ذلك كان الزجاج عالماً بالقرآن ويعلم أن هذا العالم الصالح إنما أخذ المعنى من القرآن فصاغه أدباً ونثراً أدباً وشعراً وجعله يقبل بين الناس سهلة الألفاظ قريبة المعاني لا يكاد يجهل معناها أحد فعاد إلى ذلك من الرجل راجلاً يعتذر إليه والمقصود الحديث عن قول الله إننا خاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةً وصرواً هذان أو هاتان لفظتان من قصار المفصل من آيات مفصل كذلك قول الله عز وجل في صورة الجن قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً مفردت رهق جاءت في القرآن كثيراً في نبأ موسى مع الخضر يقول ولا ترهقني من أمري عسر أي لا تكلفني ما لا أطيق لا يغشاني من تكليفك ما لا أطيق حملة وفي صورة أخرى يقول الله عز وجل في المحارج ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة هنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً الأسؤال من الذي زاد الآخر؟ من الفاعل؟ من المفعول؟ تحتمل الآية معنيين المعنى الأول أن تكون الجن زادت هؤلاء الإنس خوفاً سفعاً وطغياناً وهذا عندي مرجوح والراجح أن المعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً أي زادت الإنس الجن طغياناً كيف زادت الإنس الجن طغياناً؟ المعنى أن هؤلاء النفر من الإنس لما استعاذوا بأولئك النفر من الجن شعر أولئك الجن بقدرتهم على الغلبة شعر أولئك السادة من الجن بعلوب كعبهم وبانتصارهم وبقدرتهم على الغير فأصبحوا يقولون في أنفسهم ولغيرهم نحن أصبحنا سادة الإنس وأصبحنا سادة الجن وهذا فيما يظهر لي المعنى من قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً على أنه يعلم أن الرهق كذلك يطلق يعني يحتمل اللفظ شيئاً من معنى العجلة وفيه الطغيان فيه أنه يغشى لكن فيه كذلك معنى العجلة ولهذا يقال في سيف أبي مسلم رهق أبي مسلم الخرساني أسس الدولة العباسية قامت على سيفه وقتل خلقاً كثيراً هو قتله للخلق الكثير سببه أمران أولها العلو على الناس والثاني العجلة في سفك الدماء ويقول بعض أهل العلم في التعبير عن خالد مميدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون في سيفه رهق وقالوا هذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعزله بعد وفاة أبي بكر خوفاً من تعجل خالد في القتل وقالوا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بن جذيمة اللهم إنني أبرأ ليك مما صنع خالد المقصود وبيان كلمة رهق هنا في قوله جل وعلا بصورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعرون برجال من الجن فزادوهم راقة في الصورة نفسها نأخذ آية أخرى الشطط والشطط جاءت في صورة الجن وجاءت في صور أخرى كما في صورة السعد الجن تقول لقد قلنا إذن شطط أي إن زعمنا أن لله ولد إن زعمنا أن لله صاحبة فقد بعدنا عن الحق أبعدنا جداً عن الحق تقول شطط بفلان الدار ما معنى شطط بفلان الدار؟ بعدت الشاعر يقول شط المزار أي بعد فالشطط البعد عن الشيء الذي يراد الوصول إليه على أي أحواله فعندما يأتي سوم تسم شيء تريد أن تشتريه فيكون مثلاً تقديره في السوق كذا فأنت إما أن تبعد للأعلى وإما أن تبعد للأدنى ولهذا يقال لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا زيادة لا نقص ولا زيادة فيكون بعيد عن الحق بعيد عن مقاربة الصواب أبداً من يزعم أن لله صاحبة أو أن لله ولد بل إن الله جل ذكره وتبارك اسمه منزه عن الصاحبة والولد لقد قلنا إذن شطط وجاء في خبر نبي الله داود فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تميل لا تجور لا تميل ولا تجور فالشطط إذا جار الإنسان ظلم كذب يقال أنه شط في قوله أي أبعد أبعد عن الحق المراد القريب من ذلكم الشيء الذي أصلاً يراد الوصول يراد الوصول إليه إذن مفردتان في سورة الجن هما الرهق والشطط ومفردة في سورة الحشر هي الوجيف فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب والقمطرير والعبوس في سورة الإنسان نأتي إلى آية أخرى ذكر الله جل وعلا فيها مفردة نريد أن نبينها قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مجيد أي ذو رفعة ومجد وشأن كبير وهذه واضحة ثم قال جل وعلا في لوح محفوظ ما اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ لوح كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر لأن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا مكتوب في الملأ الأعلى باللوح المحفوظ قبل أن يقع هذا على الأرض فالقرآن مكتوب كله في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تبقى فائدة هنا اللوح المحفوظ أحد ثمانية يقول العلماء إنها لا تفنى يقول العلماء إنها لا تفنى وهذه الثمانية هي اللوح المحفوظ والقلم والجنة والنار والعرش والكرسي والروح وعجب الذنب والروح وعجب الذنب فهذه الثمانية لا تفنى يقول صلى الله عليه وسلم في عجب الذنب كل جسد ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب يبقى ومنه يركب الخلق يوم القيامة والروح إنما موتها مفارقتها للجسد ثم تبقى تنعم أو أو تعذب مستقر أرواح المؤمنين في عليين حيث الجملة ومستقر أرواح الكفاة في سجي والعرش والكرسي معروفان كذلكم القلم والروح المحفوظ هذه الثمانية يقول العلماء رحمهم الله بناء على أدلة استقرئت أنها لا تفنى فهذه لفظة ذكرت في القرآن في المفصل في سورة البروج قال أصدق القائلين بل هو قرآن مجيد في لوح في لوح محفوظ من الألفاظ التي جاءت في القرآن في المفصل قول الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت الوحوش تطلق على كل حيوان من دواب البر لا يستأنس لا يأنس بالناس تراه بعيدا فارا عنهم يسمى وحش ويجمع على وحوش وهذا الجمع جمع تكسير وبعض أهل الصناعة النحوية يقول ليس له جمع غيره فكل ما لا يستأنس يسمى وحش ومن عجيب ما قيل في هذا يقولون إذا أظلم الليل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحشي إذا أظلم الليل أقبل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحشي يعني يحوش تأنس بالليل في حين أن بني آدم فطرة جبلة صبغة يستوحشون من الليل ولهذا الناس تحب السمر في الليل حتى تزيل عن أنفسها الوحشة لكن المؤمن الذي يعرف ما عده الله لأولياء الصالحين وعباده المتقين إنما يأنس حقا في الليل بذكر ربه وتلاوة القرآن ولقوف بين يدي الله جل وعلا يستجدي رحمته ويستدفع نقمته ويسأل الله من فضله يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة اجعلني الله وإياكم ممن يأنس بذكره هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله حول بعض مفردات من آيات المفصل ذكرناها إجمالا ونستعنف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مفردات أخر من آيات المفصل هذا العلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب